السلام عليكم حرب أوكرانية كان هناك الكثير من يقولون لماذا أدخلني فيها؟ كان هناك بوادر لإيقاف الحرب أمريكا ربما 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 روسيا كانت انتليجنة لكي لا تصبح أفغانستان في أوروبا كان هناك إنهيار الاقتصاد انتحى وصل للميت سوف ينحو السوشيال سوف يتوصل لكي نحو الريترة وكان هناك قضية وقت كان هناك في الوقت الحالي سوف تنضي ثورة في أوروبا وبدأوا الناس في ألمانيا في أنجليترا على الأطان وعلى السيبارات من الأوروبا وعلى الأطان حبسوا وعلى الشاب يخرجوا الناس في فرنسا تقولوا هذا يجب في سوف يتوصل وعلى الشاب وعلى الشاب وعلى الشاب وعلى الشاب وعلى الشاب در انظروا تسموها الحرب العالمية ما تحدث فيها والخاصة الأكبر هي الأوروبا وعلى الله لا ينحو الروح إلى يوم المتابعة الخاصة الثانية إسرائيل الخاصة الثالث هي الزيتازين لذلك الجزائر ستدخل في الحوار لأن كل الجزائري يتقنون عامل للحوار والانبساط التي سمعت بها هي تمهيدا للحوار ما بين روسيا والغرب وأوكرانيا هم يحبون الحوار لما يدخل لا طولة هنا كان مخرج ولو صرت هذا الحوار وتفهموا الروس الجزائر سألت عندها مقام كبير واحد يقع الناس يحترموها لكن المشكلة الكبيرة لدخلة المروك وقلت لكم عندها عام ونص قلت لكم انتظروا بعد عامين أو ثلاثة سأسقوط المملكة المغربية وتعويضها بالجمهورية المغربية هادي هم كانوا حابين حرب هم كانوا يستنوا في الدم الكاتورز هار كنا ما أدناش الأسلحة كان من قديمة كانوا تم حابين دارونا المشكلة باش ينوضونا لهول في الجزائر لكن انتظروا القوة في الجزائر وغدوة كان يبدأ الحرب هم الخاسرين الأكبر لابلهم باللي كانوا تنوض المروك الجزائر قاعي راح يجندوا من أجل الجزائر والله العظيم من أم الطبول القالة عنابة كونستانتين عين البيضة أم بواقي في الباترة وراء هكذا النقاط هكذا حتل الكمسان غير يجندوا كرجل واحد بسرعة نسيتوا انتوما باللي قدرتوا بدرة شر في الريف عن باك نساو الناس الريف اللي عندهم الشرفاء ومعظم المغاربة الصامتة اللي ساكتين مساكن ما قدروا شي حضروا العداء بن تعال المخزن واليهود الأندال كما نقولوا اللي كانوا هم يديروا التوصيات للملك باللي كان محمد الخامس الله يرحمه والسعدي وعبد الرحمن الفرسي والفاسي والجماعة من هذك كانوا يقمعوا الناس تعريف الشعب المغربي حتى جابوا من السينيغال العبيد وداروا جيل كانوا يزوجوا حاشك بهذه الضعارة والنساء اللي يديروا الأخول يزادوا عندهم أولادهم جنراسيون كما يقولوا ويخدموا لصالح المالك ومالك كانوا يدافعوا عليه اللي تشوفوا ما ذوك برام بزاف ورح شوفوا الأصل تلقاهم تلقى فيه أفريقي ويجند هذك الأطفال اللي يديرهم من أفريقيا شرعوهم كبروهم وداروهم ويجندهم خدمة والأخرين فقراء تلقى المرأة تزوج مع واحد من هذك لخدمه خدام المالك وخرج جيل أفرو مغربي لذلك أغلبية صامتة في المغرب المهم هذه أوكرانيا حرب كبيرة ونصرت حرب كبيرة نعطي لك البيان فابل تالي زيتازيوني كانت تضرب زوج قنبلات نوويتين في ضرف واحد في منطقة سا أندريا ويولوستون كروايموا ستحدث خال الكبير في أمريكا ويصرح خسارة كبيرة 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 بزاف في أمريكا منها يخرجوا الباراكين يحركوا أمريكا ومنها الأنهار ستغيب وتعيش أمريكا في أمريكا الجنوبية الولايات المتحدة ستعيش مجاعة والسيشراس خانقة ويموت فيها كل حوايج الأحياء فيها المهم هذا لدو بوان واحدة أخرى كانت تزامن ثلاثة قنابل واحدة تجدها في البحر وإن كانت تزامن في البحر أرجع لأخبارنا فرنسا لديها مناطق التي كانت فيها الباراكين وكانت تزامن في فرنسا ثم تضرب ضربة فرنسا تذهب إيطاليا مسكينة من بكريا طالبة عافية تتحوس على الفايدة لا تنسوا إيطاليا عاونتنا في الثورة وعاونتنا وحضرت عليها ودانيار مول بريزيد وحضرت عليها وحسنت إن شاء الله ونقالهم نهار ضربة الإرهاب لا نقلنا غير إيطاليا لعاونتنا على هذه الليلة تنهار ضربة الكوفيد حضرت على إيطاليا وقلت لهم إن شاء الله ربي وإيطاليا يكرهها أوروبا لكي يكونوا في عليكم هذه معلومات خاطفة لزنانيز التوعي التي رأيتهم في بالي إن شاء الله تكون مفيدة وإن شاء الله ربي الجزائر نعتز بها نرفعها إلى مستوى عالي